في إطار الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة في مجلس الأسبوعي بقصر رفاع مساء اليوم أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسية الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعالية الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع رحب سموه حفظه الله برواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعا تكريسا لنهج المجتمع والسنة الآباء والأجداد وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحراني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرس سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرانيين التي جولت على المحبة والخير منوهين بجهود تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة